اختتمت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورة تامنة بحضور عدد كبير من الجماهير وتم توزيع الجوائز للأعمال الفائزة الخاصة للأفلام الطويلة والقصيرة ولمسابقة الفيلم المصري وجائزة لتحد الأوروبي لأفضل فيلم أورو متوسطي وأفلام ذات أثر وأخيرا جائزة أفلام الورش ويتي المهرجان تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان وهيئة تنشيط السياحة وعدد من الجهات المختلفة وبمشاركة 76 فيلما ضمن مختلف برامج المهرجان من أكثر من دولة حول العالم واخترت إدارة المهرجان دولة تونس كضيفة شرف المهرجان وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والصورة في تونس